اشتركوا في القناة وفرحتي هذه يشاركون فيها جميع الأطور التعليمية والناس الذين نعرفهم والأصدقاء ديالي وجميع القطاع ديال المدرسة العمومية حيث تلقي التهاني وتبركات من جميع المناطق ديال المغرب وهذا شرف كبير لي والمدرسة العمومية والله يرضي عليها ونتمنى لولاد المغاربة كاملين ذكورا وإناتا يكونوا بحالها 17 سنة حصل على شهادة البكالورية بميزة حسن جدا شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية أدرس بالمديرية الإتقليمية لإنزقان أيس ملول الفترة الإبتدائية قضيتها بمدرسة لويفاتق بمدينة القرعة ثم المرحلة الإعدادية بتانوية الحنصة للإعدادية ثم المرحلة التانوية إعدادية التانوية لفتحة إيلي الإختيار ديالي للشعبة ديالي كان عند اقتناع تواحد ما فرضوا عليا الولدين ديالي كانوا يعطيني حرية الإختيار أنني نختار الشعبة اللي غنرتح فيها حيث أنا اللي غنخدم وخصريت الشعبة اللي تنظن بأنني نتقدر نجيب فيها نطقة متميزة ولأنني نتقدر نعطي فيها باش نجيب مراتب عليا هو شعور بالفرحة والفخر وصراحة وخما تنشمت وطقة على هاد النطقة وهاد المرتبة إلا أنني حصلت عليها الأمر اللي خلاني نتول مصرورة جدا ومفتخرة براسي طريطقة باش تنخدم هي طريطقة جيدة عادية تنضم الوطقة ديالي على الأمور اللي عندي فيها نطقة ستنرتز عليها هي الأولى وأبقيت يجيب المواد لأنني عارف راسي غادي نجاوب فيهم بطبيعة الحال ضروري يعني ما نرتزوش غال للدراسة بوحد طبيعة الحال ترتز للدراسة ولكن ما شب كل شيء لوطقة ضروري من شوية لوطقة للترفيه وترفع لنفس ديالك باش ما تسترساش واباش ما ما يتونش عادة للضغط بزاف وتقدر أن تستمل مزيلا الشعب هذه العلوم فيزيائية عندها بزاف ذي الأفاتغ ومن بعد البداية نتمنى أنني نولج مدرسة علية باش نتمل الدراسات ديالي العلية في المجال ذي الهندسة لأن المجال هو اللي يعجبني وليبغى نتمل فيه إن شاء الله هو تشريف أولا للمدرسة العمومية وتشريف تانيا للمديرية الإقليمية بكافة أطرها التربوية والإدارية العاملة بها كنا نتوقع على أنها تحصل هذه النتيجة حيث أننا إذن منحنا لها درعا للتميز باسم التانوي طلح نصالي الإعدادية لكونها حصلت على الرتبة الأولى في الثلاث سنوات المتتالية الأولى إعدادي الثاني إعدادي والثالث إعدادي هذه النتيجة ليست غريبة علينا وليست غريبة على الأسرة الحمد لله فهي متميزة من حيث الدراسة ومن حيث أخلاقيا وأيضا تعليميا